أعوذ بالله من كل جر أحييت مولد النبي من أساشي وانقاد لي فوق المنا في طلسشي أحييت مولد النبي من أساشي وانقاد لي فوق المنا في طلسشي علمني مما يشاء الله ففر إبليس ومن والاه واجهني يوم الخميس في رجب بما يدوم صر مدا خير عجب زبم بيعاتي لغيري بالسمن الله خالق البرعياء والزمن برأني القدوس من أمراضي وأسكن الأعظم في أغراضي إذا كتبت أو قرأت جاء أليم أليم أبقى بيني وغير أكدر وخادني بالحب لم يبقى بيني وبين المنتقى فالله عليه الله مانع ارتقى الله ربي وخلي والحبيب والمنتقى وسيلتي خل حبيب هرب إبليس لغير الضرره مع قبيله وطن مدرره مدلي النافع نفعن عزما ولسوا يستعى من تعزما نويت شكر الله بالكتابي وصانني الله عن العتابي كرامتي خط يدي ولي جذب أعظم في ربي بخطي فانجذب كرامتي خط يدي ولي جذب أعظم في ربي بخطي فانجذب لقنني في الخط معطي الوحي وللجنان طان عمر المحي لقنني طهر لبي سلم كني الشاكرا لديه القلمة ضمتني الأقلام للجند الكرام وقاد لله بها خيرا مرام رد الكتابتي عدى الله إله سواد هاتي وظافرت بإله رفع ما كتبته من أساشي منبها في رمعه في طلششي أحمد مغنيا تعالى عن سنة وكان لي بكل سهر وسنة خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهاد الوفي فقلت يا رب الورع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة مع سلام الله إجاره السلام على وسيلة لك الماح الملم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي واكتب له اليوم مشارات الكريم لديك يا باقي مزيد لا يرم يا ربنا صل صلاة بارعة مع سلام بالمنع المسارعة على الذي أعطيته مداأي مزمن المعا Aggصفى وداأي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وهمن مدار قد له معصا lekker يا من له أوج وهي الإنساء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لك أيضاق صوتر على الذي أعطيته وصحبه في الحال والمآلي على الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيد الكلامي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال ومن قلامي قد له تبشيرا يا من لنا أرسلته بشيرا يا ربنا صل صلاة النائرة مع سلام برضاك زائرة على الذي أعطيته قرطاسي بخدم دمت إلى أوطاسي سيدنا محمد والآلي